انا عايز اقول لك الاستفتاء كريستانو زاد 1% بقى 6% واحمد عبدالقادر دلوقتي 94% حلو حلو كويس يعني انا عايز بس شكله لطيف انا هقرى لك بعض التعليقات بص يا سيدي ده على اكاونت على تويتر و على الفيسبوك و على الكلام ده والله بكرة هقرى تعليقاتكو كلها قال لك بص بص يا شبان لو عم حارس هنكسبه ابو حازم جد سليم يعني حفيده سليم في اكاونت اسمه يا رب هند تنجح بتأدير يا رب يا هند قال لك هند ده هي هند بقى واضح لك انا سايب المذاكرة علشان اختار عبدالقادر علشان كابتن شبان المهم بقى في الازمة هسيبك تكمل بقيت التعليقات بس اساسا جميع الاهل لي مش راضي عن عبدالقادر لفترة ما بالك لو جبت له منجم اشوف اشرف بيقولك ايه بقى ايه الهزار ده مفيش وجه مقارنة اصلا طبعا احمد عبدالقادر و انت مغمت واحد تاني احمد احمد عبدالقادر طبعا لان الدور المصري اقوى بكتير من الدور السعودي ابكو بتقولك اهلاوي صميم محمود طاري بقولك لو حطيت ميكي سوني هنكسبه احمد المازون بقولك لو مصطفى شوبير مش احمد عبدالقادر هنكسبه احمد المازون بقولك عبدالقادر طبعا والله محمود رمضان بقولك عبدالقادر اكيد ابن عبدالفتاح حتى الان احمد عبدالقادر لان كريستيان ده لسا ملعبش ما هنقيمه ازاي اه اه وجهة نظر في منطق برده في الرد ده ماش جوكر بقولك كريستيان ومين ده عبدالقادر يعمل عشرة كريستيان تامر عبدالحميد احمد عبدالقادر ابو حمزة قالك انا من عشاء الدون شوف ده بقى ده بصراحة ده هادي شوية لكن مع اي لعب القلم هم نهزرش يعني اول سطر كان هادي بعد كما هزرش مال من يدي اختاروا الستة في المية بتوع كريستيان محمد علاء احمد عبدالقادر دي جورجينا والعيال فما اللي دخلوا صوتوا له يعني بكرا هنكمل الاسماء يعني بص يعني شو ممكن اهلوية ورده طيب بليه طبعا الى مثوى الاخير يعني هم كمان عاملين في البرازيل زي احتفالية اكتر منها تعايزي طبعا كانت مراسم طبعا الجنازة كانت جنازة شعبية ورسمية الاسطورة بليه اسطورة عظيمة طبعا وطبعا بدأت من ملعب نادي سانتوس ما تعملش المرادونا كده يعني المرادونا برضو كانت ظروف وفاته كانت يعني مفاقة وصادمة وغمضة بس طبعا برضو تعملت له جنازة كبيرة لكن بليه تم الاحداد للموضوع خلي بالك برضو بليه دخل بقاله فترة يعني يعتبر مية اكلينيكيا يعني كان فيه تحضيرات لده هي بقى الفكرة واحنا بنتابع يعني اللقطات توديع عبد بليه لمسواهي الاخير طبعا فكرة الافضلية وناخد برضو من قصة كريستانو رونالدو لان بليه الحقيقة لما بنشوف الهاي لايس بتاعته وارقامه انت بتحس انه لاعب سابق زمنه بعشرات السنين طريقة ترقصاته وطريقة اهدافه مهارات كل مهارات بليه بنشوف مثلا كريستانو رونالدو بيعملها بعدها بخمسين سنة وكذلك ميسي فلما تجي بقى دلوقتي استفتاءات اختيار الافضل بتلاقي ميسي بينافس مارادونا ميسي بينافس كريستانو رونالدو فتحس انه لانه لاعب في زمن بعيد الافضلية او اختيارات الافضلية بتستبعده او بيكون جاي فيها في ترتيب متأخر عشان كده بقول انه احيانا الاحكام ما بتبقاش صحيحة وفكرة التعامل مع الكورة والحكم على اساطير الكورة بيخضع لحاجات كتير جدا فما فيش حاجة اسمها رأي مطلق او رأي صعيح مطلق في التقييم الافضل ممكن جدا يكون الافضل اكتر من حد مش لازم يكون حد الوحد بس اسناء ميسي طبعا هو الافضل في التاريخ بغض النظر ماتخل ميسي حطه مع عم حالس رجل استواخد كاس عالم سيب ويفرح انا قدامك دقيقة نختم بايه في الازمة العنصرة تاعت فينيسيوس دي يعني هو بسرعة طبعا فينيسيوس برضو ازماته ما بتخلصش والراجل يعني بيجد نفسه كده واقع مضطرا في ازمات بعد المباراة بلد الوليد الاخيرة اتعرض لهتفات عنصرية طبعا انت فاكر السنة اللي فاتت في الموسم اللي فات وقصة الرأسة بتاعته كوكي لعب قتلتك مادريد لما قال له انت ما تجيش ترقص لو في ملعب قتلتك مادريد في الميتروبلوتانو لو احرصت هدف وكانت قصة كبيرة وكل النجوم خرجت وتضمنت معاه وكان موضوع كبير جدا بدأنا هو موضوع تاني برضو ليه علاقة بالعنصرية لما تعرض لبعض الاتفات من جماهير ريال بلد الوليد والمفارقة ان مالك ريال بلد الوليد هو رونالدو الظاهرة اللي هو البرازيلي برضو اللي طبعا طلع على طول ويعتزر يعني الفينيسيس جونيور وضد النادي قد يكون الموضوع الحقيقة العنصرية كل شوية في اوروبا يظهر وبرضو ده بيديك انطباع طول الوقت ان انتوا عندكم مشاكل بلكم فبدل ما نستنظر وانشلوتي حتى قال كده المدرب ريال مادريد قال لهم جماعة الموضوع اللي جماعة ما عملت فاقل موضوع اخلاق وموضوع تربية وموضوع محتاج من الاساس ومن الجزور مقضي عليه فطبعا المجتمعات الاوروبية هو ده الوجه القبيح لكرة القدم دايما طيب يا وليد انا ههرك بكم كومنت اتعليق بسرعة وحكمل بكرة مع الناس على التويتر وعلى الفيسبوك لان لفت نظري حضري حد اسمه حضري بيقولك هو اي حد يعمل ماتش حاله هتقرب عبدالقادر ايما النور بقول مين كريستياده الاول محمود محمد بقولك عبدالقادر طبعا عبدالنبي بقولك اكيد ده هزار مش حقيقي لان احمد عبدالقادر في حتة تانية يا جماعة مايوصلهاش كريستياد رونالدو فتح حلمي بيقولك اهلاوي قلبي اكمل يا اساس وليد انا الحقيقة يعني مش عارف اقولي خمسة في المية محمد كركش لا بقى سبعة في المية طب كويس بالوقت بقى سبعة في المية محمد كركش بقولك يا شبانة يا محترم احنا بنحب كريستياده لكن مش اكتب من ابننا ايه بقى ده انا قلت ده سبعة في المية دول قالك لو حطيت يعقوب اللي لسه جاي او يوسف يعقوب اللي كانت بلعب ايام هشام حنفي سوف اه يوسف هو مش فاكر يوسف يعقوب فاكر هشام حنفي قالك هنكسبه قاسر بقولك لو حطيت النصر بتاع شعار الاهل قدامك الرسالة هنكسب لا النصر طبعا ده موضوع تاني اه الرسالة للكابتن شابالة ده حمادة بقول تشيرت الاهل لا يا خلال بقى حاجة في الدنيا محمد الماد المداوي بقول احمد عبدالقادر اكيد الدون لك ان احمد عبدالقادر يفوز ده سيد ابن مصر من غير تفكير يا غير عبدالقادر الاهل وكاف احمد سيد فايد محمد فراج بقول اهلاوي وعبدالقادر طبعا ده ابن التاتش كبير الاقل في جماعية انا هاقض افعق اصحوط مني السبعة في المئة دولة الخمسة في المئة دولة مم ازاي مم من انتم وليد شرفتنا ونورتنا شكرا سكرا شكرا شكرا جزيلا احنا كده وصلنا لنهاية حالة النهاردة بكرا ان شاء الله في التعمام الحديث عشان مساء حلقة جديدة من بوكس تو بوكس الى اللقاء